السلام عليكم تعالوا اقولوكوا على وصفة حلوة جدا هنعمل شوية قرس او فطاير ايا ان كان المسمى المومن هي لذيذة جدا وسهلة وسريعة مش هتاخد منك وقت في المطبخ وكمان مش محتاجة حشو ولا محتاجة حتى انك تحطي معا جبن او اي حاجة هي مع كوباية الشاي او الشاي بلبن حاجة عظمة بجد حلوة جدا ولذيذة لازم تجربوها اهم حاجة لو عجبكم الفيديو تنسوش لايك وشير واشتراكوا لقناة تعالوا مع بعض نسمي الله وندخل على مقدرنا معايا كيلو من دي ومتعدد الاغراض ومعايا رشا من الملح وكيس خميرة فورية ومعايا كوباية من السكر انا عارفة ان السكر ازمة شوية بس هي لازم لها كوباية السكر ما تقلش عن كده ممكن تزيد لكن ما تقلش بعد ما قلبت المواد الجافة كده مع بعض هننزل عليها بكوباية الا ربع من الزيت وهبتدي اقلب كده اديم مع الزيت وفروك وكده لغاية ما يبقى معايا في الترميلة اللي احنا عارفنا خلاص كده بقى تمام هكون مجهزة المية الدافية بتاعتنا ونعجنها بس مش اكتر من كده ومن ننساش رشة الفانيليا مهمة جدا خلاص هبتدي بقى زود المية شوية بشوية اهو وهنعجنها كويس جدا لغاية ما العجينة تلمي معايا وتبقى عجينة طرية ميدا وكل ما تعجني فيها وتخدميها اكتر كل ما تديكي نتيجة هيلة اهي لمت معايا هيا وهبتدي اعجن فيها شوية كده زي ما قلنا عايزينها طرية خالص ويتكون معايا العرق اللي هو بتاع العجين تبقى العجينة فيها مطة شوية ما تكونش بتتقطع معايا زي ما احنا شايفين كده خلاص كده هبتدي بقى اقوارها كده واحطها في البولة بتاعتنا واغطيها واسبها لغاية ما يضاف حجمها من ساعة لربع لساعة طبعا في الجو البرد اللي احنا فيه ممكن توصل لساعة خلاص اهو غلفتها واسبها لما تختمر بعد ما اختمرت هنفرغ منها الهواء كده اوه زي ما احنا شايفين تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي هنبتدي بقى نقوارها كوار هنقوار كل الكمية بتاعتنا كوار كده متساوي اهو نعمل واحدة كمان زي ما قلنا هي سهلة جدا مش هتاخد منك اي حاجة حتى الفرد بتاعها مفيش هسل من كده خلصنا الكمية هبتدي اغطيها كده ربع ساعة ترتاح فيهم وهبتدي اشتغل باول واحدة عملناها هفردها لكم اهو على ايدي عشان تبقى واضحة هي سهلة جدا مش فاقية حاجة وزي ما قلنا كمية السكر اللي محطوطة فيها مدية اللي عجينا الطعم حلو جدا فهي زي ما قلنا مش محتاجة اي حشوة خالص اهو والفرد بتاعها سهل وسريع يعني مش هحتاج منك وقت خالص وهبتدي بقى جيب ساقة الفرن كده عشان تاخد معاك كمية كلها في الوقت ده طبعا بيكون بسخن الفرن على درجة حرارة عالية وهنحط السجر بتاعتنا في نص الفرن اهو تديد بقى جيب كل كورة وافردها على السجر على طول عايزة تفرديها اكتر مفيش مشكلة وسيباها تختم تدخل الفرن بقى تاخد لها تاخد لون من تحت وافتح الشواية وتخرج من الفرن بتاعنا اه ارش عليها بخات مية بسيطة كده وابتدي اغطيها زي ما احنا شايفين طرية بحب كمان لما تكون تبتدي خلاص درجة الحرارة بتاعتها ده شو هتبقى فيها دفايان بسيط بحب اغلفها حطها في علبة او في كيس واغلفها بتبقى حلوة جدا تبقى طرية اكتر واكتر بجد جربوها هيلة جدا مع كوبايتي الشاي الفان وشفا وخير الختال